اه كابتن بشير التابع كابتن بشير التابع في تصريح ليه بيتكلم زيزو لاعب في مكان لوحده وسائم في بطولات للزمالك وانا ضد عودة بنشاري لانه سبق وراحل لأسباب مالية انا بتفن مع كابتن بشير في موضوع ان زيزو مميز جدا بصراحة مع نادي الزمالك مميز وشايل نادي الزمالك في فترات ودي حاجة ما ننكرش بس يعني على كم البطولات اللي هو اخدها بس بينقصوا بينقصوا بطولة واحدة وهي دور الابطال ودي الاهم يا جماعة مع احترامي لكل اللعيبة تبقى احسن لعيب في مصر تبقى احسن لعيب في افريكا طبعا في افريكا لازم تحقق بطولات عشان خاطر تاخد احسن لعب في الجزئات بتاعت افريكا ديت يعني طبعا الظروف والمواقف اللي بيمر بيها زيزو لو في استقرار هيظر بقى افضل من كده هيبقى افضل من كده بكتير وانا باتفق بس خد بالك كابتن بشيل وانت عارف انت لعيب كورة يعني انا كلاعيب مثلا موجود لما لاقي برضو النزميل في الملعب لها مهما كانت نجمته هيدي دي سنة الحقيقة على فكرة كل نجم للوضعية بتاعته وليل قيمة بتاعته لما بلاقي برضو وكل اللعيبة نادزة مالك حاسن ان هم منجوم لما بحس برضو ان فوارق العقود دي بتأثر على قطة اللبس حق ان يزيزو يطلب اللي هو عايزه بس يا جماعة مع احترامي يعني يزيزو قال عيب كويس وكل حاجة بس المبلغ ده انا مسلا قدر اتكلم فيه وانا واخد دوري ابطال جايب بطولة نادزة مالك جايب دوري ابطال جايب بطولة مع منتخب مصر انا في الاول اخر المحصلة مفيش دوري ابطال مفيش مع احترامي مفيش بطولة مسلا مع المنتخب ما هو دوري ابطال دي ومنتخب هو اللي بيرفع الكيمة التسوقية بتاعته اللي بيخليني ان انا اطلب خمسين مليون دول اهم حاجة اي حاجة تانية زي اجزاء مع احترامي زيزو زي زي اي لعب في دوري مصري زيه زي اي لعب في دوري مصري لانه ما اعملش الفارق مع نادزة مالك ما جابش دوري ابطال محققاش دوري ابطال اه كونفدرية مع احترامي يعني مش البطولة زي دوري ابطال يعني مع منتخب محققاش مع المنتخب هما البطولتين دول مع المنتخب دوري ابطال منتخب مصر كاس الامم الافريقية الاسهم بتاعتك وتطلب خمسين مليون وستين مليون. فحق يزيزو ان هو يطلب الرقم ده لو خد دوري الابطال مع مع نادي الزمالك. اما في زل الازمة اللي موجود فيها نادي الزمالك وزل الظروف اللي موجود فيها نادي الزمالك بصراحة يعني رقم مبالغ فيه. رقم احترام ما يدفعش في الدوري المصري. رقم ما يدفع ما اللي بقى امام عشور يطلب كام? حسين الشاحات يطلب كام? رمي ربيع يطلب كام? آآ علي معلول يطلب كام? ده علي معلول بقى ماشاء الله ورمي ربيع يطلبوا مائة مليون. ده ايه رامي ربيع واخد ست بطولات. علي معلول اعطاقت كام بطول يا جماعة اربعة? اربعة بطولات؟ وافشة جايب ماشاء الله ده افشة بقولك ايه افشة والله العظيم? دة افشة يطلب تلتمية مليون ولله العظيم ما بغزة يعني افشة اطلب تلتمية مليون اطلب تلتمية مليون ولا لو اديلي يا فشا كده ولا ده انت ماشا الله يعني اه ده هتبقى انا بعتبر كده ده افشا بقى بجد يطلب والله افشا يطلب تلتمية مليون ده انت نادل اه انت هاحاول نادل بس ما تسخدش هو كده عشان لو هنيجي بقى انكارم ببين زيزو وافشا في البطولات والتمن ده افشا والله العظيم تلتمية مليون ايه اقعد افشا بس اطلع على البلد والبركة بتاعت الترنبا ودعوة الحاجة هترجع تطلب الربعمائة مليون والله جماعة اركام جريبة جماعة ادوا الاركام على حسب النجومية بتاعت اللعب وعلى حسب البطولات وعلى حسب مدى التأثير بتاعه مع النادي انت لما انت بتجيب بطولات وبتحقق انجازات سواء مع ناديك او مع المنتخب اطلب اللي انت عايزه